الجزائر رياض محرز كان معنيا بهذا اللقب الذي أدخله التاريخ كثنائي أو كثاني لاعب جزائري يتوج بدوري الأبطال بعد رابح معجر لكن الجزائريين كانوا غاضبين من غوارديولا بسبب عدم اعتماده على محرز وإبقائه على دكة المباراة طيلت طبعا المباراة النهائية وهذا الأمر الذي انعكس في موقع الشروق نيوز الجزائري في مقالة قالت الذي نشاهده في الصورة الجزائريون يطالبون رياض محرز بمغادرة مانشستر سيتي شعروا بالإهانة بسبب الفيلسوف الذي حرمه من لعب نهائي رابطة الأبطال بينما علق الإعلام الجزائري مجيد بوطمين على الموضوع قائلا تتويج بطعم الإذلال والاحتقار عليك بالرحيل أما غوارديولا فكانت ردة فعله مغيرة بعد نهاية المباراة كما سنتابع طبعا ردة فعل لغوارديولا هذه أثارت أيضا غضب عشاق رياض محرز الذين اتهموه بالتعامل العنصري واصفين إياه بالمنافق كما قال فريد في تعليقه المعلق الرياضي الجزائري حفظ دراجي كان له رأي آخر في الموضوع ونشر تعليقه عبر منصاته في سوشال ميديا قائلا قد يكون غوارديولا قاسيا مع رياض محرز في نظر البعض رغم مشاركته في تسع مباريات من أصل 12 مباراة في دوري الأبطال ما بين أساسي وبديل سجل فيها ثلاثة أهداف لكن الكرة في مرمى اللاعب المطالب بالمزيد من التركيز والجهد والصبر وبذكر الرحيل فالأخبار تنتشر في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي عن إمكانية رحيل الفتاة الذهبية الجزائري عن السيتي والتحاقه بدوري روشن السعودي لكن حسب الصحفي المختص في انتقالات اللاعبين فابريتسيو رومانو فإن أي فريق سعودي يريد التوقيع مع رياض محرز طبعا سيكون عليه دفع رسوم مرتفعة كما قال في منشوره التالي